الاستعداد والتهيئة والتنظيم ضوابط لا بد منها مع الأبناء بعد انطلاق قاطرة العام الدراسي الجديد كمسئولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة سعيا نحو التفوق والنجاح المهمة يسيرة لمن يرفعون لواء تنظيم الأوقات لحياة أبنائهم ولكن قد تزداد صعوبة للأسرة التي لا تحدد أنماط المعيشة اليومية بترتيب يخلق التحفز الدراسي بهمة ونشاط بعيدا عن مثبتات التفوق المدرسي وبالتأكيد فإن العودة من عطلة صيفية طويلة يحتاج من الأسرة إرشادات لكسر هذا الحاجز النفسي الذي يخلقه انطلاق العام الدراسي الجديد ما يتطلب التحول لروتين أكثر تنظيما للحياة الدراسية التي تتطلب المزيد من المرونة والانضباط تحقيقا للتأهيل الإيجابي المطلوب التربويون يقولون إن تنظيم أوقات الأسرة لا يعني إفراطا أو تفريط فاليوم الدراسي طويل يبدأ باكرا ويتضمن أنشطة وعصفا ذهنيا مرهق ما يتوجب معه التنوع بين جدولة ساعات الدراسة بالمنزل ووضع آليات أوقات الترفيه والمرحل الطالب فالدراسة والترفيه اليومي وجهاني لنجاح مضمون وبالطبع فإن للمتفوقين خارطة تنظيمية تجمع بين التغذية الجيدة وترتيب ساعات النوم والدراسة لضمان تحصيل دراسي دقيق مع إطفاء محفزات التكنولوجيا الحديثة كوسائل دراسية تخلق الدافع وتحقق الهدف وهو ما يتفق عليه الجميع باعتباره دورا مكملا للأسرة بعد المدرسة ترجمة نانسي قنقر